ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء والذي عقد اليوم بقصر القضيبية وفي بداية الاجتماع رفع المجلس أصدق التعازي والموساء إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعا وإلى أبناء مملكة البحرين وأسري وذوي الشهداء الذين استشهدوا خلال تأدياتهم الواجب الوطني المقدس ضمن قوات التحالف بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية المشاركة في عمليات عادة الأمل والمرابطة للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة داعيان المولى أن يرحمهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان وحسن العزاء وأن يمنى على الجرحى والمصابين بالشفاء العاجل مشيدا في هذا الصدد بمواقف الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية التي عبرت عن وقوفها مع مملكة البحرين ومؤكدا المجلس أن شهداء الوطن سيظلون بعملهم البطولي في ميدان العزة والكرامة ماثلين في الذاكرة الوطنية وبمناسبة الأمر الملكي السامي الصادر عن حضرة صاحبي الجلالة ملك البلاد المعظم أيضه الله بدعوة مجلسي الشورى والنواب للإنعقاد فقد أكد مجلس الوزراء التطلع للخطاب السامي الذي سيتفضل بتوجيهه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيضه الله لدى رعاية جلالته افتتاح دور العقاد الثاني من الفصل التشريع السادس لمجلسي الشورى والنواب والذي سيمثل نهجا لمسارات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة لافتان إلى حرص الحكومة على الاستمرار في تعزيز أفاق التعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق التطلعات المشتركة من أجل الوطن والمواطن بعدها وجه مجلس الوزراء بمناسبة يوم المعلم العالمي الشكر والتقدير لجميع المعلمين الذين يطلعون بجهود مقدرة في دعم المسيرة التعليمية وإعداد الكوادر الوطنية القادرة على المساهمة الفاعلة في مسيرة التنمية والتطور متمنيا لهم التوفيق والنجاح في الاطلاع بواجبهم الوطني في حمل رسالة العلم والمعرفة بعد ذلك قرر المجلس ما يليه أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول اعتماد مواعيد إقفال الحسابات للسنة المالية 2023 مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن مساهمات واشتراكات مملكة البحرين في المنظمات الدولية مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن إطار العمل بين وزارة العدل وشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة العمل بشأن تقديم المساعدة الإدارية في الدعاوى العمالية للعمال البحرينيين مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول دليل إعداد ودراسة وإبرام مذكرة التفاهم لحكومة مملكة البحرين مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على اقتراح بقانون مقدم من مجلس النواب ثم استعرض المجلس مايلي التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الثاني من العام 2023 والذي أظهر نموا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة على أساس سنويا بنسبة 2% مدعوما بنمو القطاع النفطي بنسبة 2.2% بالإضافة إلى نمو القطاع غير النفطي بنسبة 2% وذلك في ضوء الاطلاع على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة تفاهم بين مصرف البحرين المركزي والبنك الوطني لجمهورية قرقيزستان في مجال التعاون المالية بعدها أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية بما يلي المشاركة في أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة المشاركة في قمة رؤساء الدول والحكومات بشأن التحديات التنموية المعاصرة نتائج الاجتماع الثاني للجنة التنسيق السياسي واجتماع اللجنة التحضيرية لمجلس التنسيق السعودي البحريني اجتماع الدورة السابعة والخمسين بعد المئة للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والاجتماع الوزاري للمشترك بين دول مجلس التعاون واليابان المشاركة في أعمال الدورة الستين بعد المئة لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية المشاركة في المنتدى العالمي للنقل المستدام نتائج المشاركة في الاجتماع التاسع للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون والمؤتمر السادس والثمانين لمجلس وزراء الصحة بدول مجلس التعاون نتائج المشاركة في منتدى الإعلام العربي نتائج المشاركة في فعالية يوم السياحة العالمي 2023 ترجمة نانسي قنقر